أراك قوي أراك مرتاح أراك مرتاح روحيا أراك راضي راضي وممتن ممتن للحياة ممتن للشمس ممتن للسماء والنجوم والقمر ممتن لرب هذا الكون العجيب الذي خلق هذه الأشياء العجيبة والجميلة لتكون أنت سعيدا أراك فهمت أن الحياة فيها مواقف مختلفة أحيانا ضيضة أحيانا خضرة أحيانا سودة أحيانا وردية وهذه المواقف المختلفة ليست سوى دروس ربانية ليست سوى حكم سماوية وأنت فهمت عزيزي أن الله عادل أن الله كريم أن الله رحمن رحيم وأنه منبع العطاء لا متناهي بالنسبة للحبيب هذا الحبيب شوفوا هذا الحبيب يشعر أنه مسجون أنه مقيد أنه ليس لديه حرية ليفعل ما يشاء لكي يتصرف كما يحل له ولكي يتصرف كما يطلب منه قلبه وروحه وكيانه لذلك وهذه الكارت العدالة السماوية تطلب منك أو تقول لك نصيحة اتركيه دعه خليه اتركيه يحرر يتحرر من قيوده لوحده لا تتدخل لا تصر لا تبادر والآن نعم أخطب النساء لا تبادر أبدا لا تجبري على فعل أشياء اتركيه لا تسألي لا تبحثي إذا ابتعد ليقرر وليرتاح وليبحث عن سلامه الداخل ولينضج روحيا احترميه اتركيه ليبحث ليبحث هو عن ما في جوهره ليفهم أنه يحبك ليفهم نعم عليه أن يفهم يعني المشاعر موجودة لكن التفكير أحيانا يسيطر لذلك عليه أن يجد سلامه الداخلي لكي يكون أكثر نضجا روحيا لينضج روحيا قلت أنت لا تبحثي لا تسألي كما لو لم تكن تعيشي في هذا في الأرض كما لو كنت صفرت إلى المريخ أنت تعيشين في المريخ لا تسمعين ولا تبصرين ولا وخا إذن هذا الحبيب اتركيه دعيه يحلق ويطير بحثا عنك دعيه يذهب هو كذلك للمريخ ليبحث عنك ليبحث عنك وسيفعل سيفعل أكثر من مرة نعم لماذا؟ لأنه يحتاج ويشتاق لعطفك وحنانك أنت مهم جدا 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 بالنسبة لهذا الحبيب نعم مهم أكثر من مهم لأنه يشعر بغيابك يشعر بغيابك لدرجة أن روحه تهرب من جسدك جسده هو بحثا عنك شوفوا ماذا عمق هذا الحب قد يكون حتى توأم شعلاتك هنا رقم 11111 قد يكون توأم شعلاتك هذا الحبيب كل نبضة من نبضات قلبه يذكر فيها اسمك نعم هذا الحبيب وقع في حبك من أول مرة من أول نظرة أنت في البداية ربما كنت تهرب كنت ترفض أن تقع في الحب خوفا من أشياء تخصك أنت تعلم أنت فقط تعلم لماذا أنت غامض لكنك سيدة المشاعر النبيلة واللطيفة وكذلك سيدة الهدوء وسيدة الطمأنينة هذا الحبيب يستمد منك طاقة الطمأنينة عجيبة يراك غامضة وبالتالي هذا الغموض ديالك هو أصبح مهووس مدمن يحلم بك في منامه وأحلم يقضى وأحلم في المنام يعني يتخيل معك أشياء وأشياء كثيرة هذا الحبيب يشعر برغبة هناك تغيير هناك تغيير عجيب هذا الحبيب لديه رغبة مرضية نعم أعيد رغبة مرضية بأن يعانقك يشتق إليك بزف بأن يعانقك ويحظنك أعتقد أنه مش مجنون مش يعني شوقه يعني شوق جنوني غير عادي غير عادي يعني هناك طاقة عالية بزاف فيها جنون فيها حب فيها شغف فيها جاذبية يعني معذب معذبة هذه المشاعر وهذه الطاقة المختلفة معذبة قد يكون ربما توأم الروح وتوأم الشعلة تتكرر الكرطة توأم الشعلة توأم الروح وقد هذا الحبيب ربما يهرب ربما يعود من جديد ثم يهرب ويعود من جديد راه مشتق لحد الجنون قرطة المجنون حد الجنون يرسل لك رسائل يقول لك فيها أرجوك لا تطردني من قلبك أرجوك لا تطردني من حياتك أرجوك لا تطردني من روحك يا روحي فروحي وروحك واحدة هذه رسائل روحانية هذا الحبيب ينده عليك يقول لك آجي آجي أفكسون يعني روحيا يقول لك آجي تعال تعالي يجيل عندي روحيا يعني طاقيا هذا الحبيب أراه أنه سيتنازل سيتنازل عن كل شيء إلا عنك أنت أراه يضحي بكل شيء لتكون معه لذلك لذلك الصبر الكثير من الصبر واحترام الزمن أو الوقت الإلهي فالأشياء ستحدث في الوقت المناسب لذلك تشبث بالأمل هذا الرجل هذا الرجل يموت حبا أما أنت فهذا الحب هذا الحب يا سيدتي يجعلك تخلقين من جديد أراك أجمل أراك أسعد أنت تعرفين أنه يحبك أنت تشعرين بذلك لذلك أراك أنت سيدة جميلة كل يوم أجمل لأن هذا الحب حب عظيم حب سماوي حب مجنون بعض منكم حتى زواج في الآخر إذن أنت تركت الحزن جانبا لأنك فهمت أن لا فائدة من الحزن والكآبة وهي قاعدة سهلة جدا إذا كان هذا توأم شعلتك كما أرى فالقاعدة سهلة بزر تشبثوا بالأمل لا تفقدوا الأمل أبدا والتفاعل أمل وتفاعل يساوي سعادة يساوي فرح وسلام وأمن وأمن والود والحب وده بغد نشوف وده بغد نشوف الرسائل وبفضل الله 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 جميلة بزر بفضل إذا كنت تتشبث بأملك ومتفائل وإيجابي ماذا سيحدث في حياتك معجزات والمعجزات لا تحدث يوميا لأن المعجزات هو جواب سماوي جواب رباني لدعائك لدعائك النابع من قلبك هنا تتكلم عن السحر يعني هذا حب سحري أكيد أنه توأم شعلتك يهرب ويعود أتركي فعاجلا أم أجلا سيبقى سيأتي اليوم حسب التوقيت الرباني سيبقى في حياتك لماذا لأن الروح أقوى من العوائق وأقوى من العقبات الدنيوية والتأمل الكثير من التأمل يعني السلام الداخلي ابحث عن سلامك الداخلي ابتعد عن الحزن أطرد الحزن الكثير من التفاؤل الإلهام فكرة جديدة تنبع من داخلك من قلبك في همسة حلوة استمع وتحرك اتبع الإلهام الذي يصلك من الأعلى كانت رسالة لا تحتاج حتى للشرح رسالة سماوية هنا معجزات ورسالة سماوية ستصلك رسالة سماوية ودنيوية كذلك تتعلق بهذا الحبيب لأنه توأم شعلتك وتوأم الروح كانت قراءة سحرية كانت قراءة رائعة إيجابية بزر لذلك تحلى بالكثير من الصبر فالصبر جميل والصبر يفتح لنا أبواب السعادة والفرح والحب والسلام كانت من لكم الخير أتمنى لكم السعادة والكثير من السلام والكثير من الصحة والعافية يلا يحميكم يحمينا ويحمينا احبكم بزاف كان بغيكم بزاف وبسلام اشتركوا في القناة